مشاهدونا في حلقة اليوم اللي هندخل في مكان ما كمان اسبوع وربنا يعمل لفين خير بس هتعودين جرجير كده على كوباية لبن وشوية عسل وضربهم في الخلط وتعيل وعمرك مريت بالتجربة دي قبل كده ان انت بتحاول تبيع منتجك او خدمتك وبتشرحها للعميل بتاعك وانت فخور جدا باللي انت بتقدمه بس في النهاية العميل ما يشتريش وبيسيبك محتار وطاية ومستقرب وفي ايه في الفيديو دي انا هقول لك على خمس اسباب بتخلي عميلك ما يشتريش خدمتك او منتجك يلا بينا يلا وسهلا معك اسلام صلاح وفي القناة دينا بساعد الخبراء وارواد الاعمال انهم يسوقوا ويبيعوا ويوسعوا عملهم الاونلاين فلو انت او مرة هنا لنساش تكسر زروا اللايك وامن سبسكرايب ودوسوا على الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جاية السبب الاول اللي بيبنع عميلك من الشراء هو ان ما فيش احتياج كافي عند عميلك ممكن تكون انت بتقدم شيء عظيم جدا بس عميلك مش واخد باله او مش محتاج دلوقتي الحاجة اللي انت ببيعها دي فهتعمل ايه ساعتها تخيل كده معي ان انت ماشي في مول وعايز تروح للمحل المفضل بالنسبة لك واسنان ما انت ماشي في الطريق تلاقي الليكشاج دي اللي عايزينك تجرب حاجتهم بتعمل ايه بتعمل ايه مش بتعبرهم وبتعتبرهم مزعجين جدا صح؟ طب ليه؟ بل انهم بيقطعوك وانت ماشي في سلام هو ده عدم الاحتياج طيب هتتصرف معها ازاي؟ ولا اي حاجة عمرك ما تقدر تقنع حد مش محتاج منتجك او خدمتك ان هو يشتري منتج او خدمتك في الوقت ده او في الوقت اللي انت ممكن تحاول تقضيف محاولة اقناعهم قد ايه هم محتاجينه؟ لا احسن لك توفر الوقت ده معاميل محتاج فعلا منتجك او خدمتك فده السبب الاول عدم الاحتياج السبب التاني ان مفيش مش مستعجلين خدها قعدة اي تأخير بيقتل البيعة عارف انت لما ييجي العاميل يقولك انا هفكر وابارجعلك ابعاتلي تفاصيل ابعاتلي بروبوزل يا طرق ايه اللي بيحصل اكتبلي تحت في التعليقات كل الهاري ده بيقتل المبيعة فورا لانها فيش استعجال اصلي فكر فيها كده لما عاملك يقولك انا هفكر وارجعلك هل هيجيب كده كوباية الشاي ويقعد في البلاكونة تحت ضوء الامر ويقعد يفكر مستحيل وكل ده عشان انت ما ديتوش سبب يخليه يشتري دلوقتي فلو ما اشتراش دلوقتي بنسبة كبيرة مش هشتري بكرة حتى على فكرة لو كان محترم جدا معاك والله اخير ندخل فيه مكالمة كمان اسبوع وربنا يعمل لي فيه الخير اي تأخير بيقتل البيعة فاللي المفروض توضحه بها ليه هو محتاج ياخد اكشن ويشتري دلوقتي ممكن فيه كمية محدودة لو خلصت مش هتقدر تجيبها تاني او فيه وقت محدد العرض ده متاح الاسبوع ده بس عشان عيد ميلاد البراند وبالمناسبة هتلاقيني سايب لك فيديو فوق وروح شوفه عن ازا ترد على هذا النوع من الاعتراضات لما العميل يقولك هفكر وارجع لك او هاخد لفة وجيلك او هتكلم مع الشريكي وجيلك فاروح شوف الفيديو ده وبالمناسبة برضا تلاقيني سايب لك استطلع تحت الفيديو هنا املا بعد اذنك باكتر اعتراضات بتقابلك من العملة بتاعتك عشان انا باجه استدريب كامل دلوقتي عن اغلب الاعتراضات اللي بتقابل عشان يقدروا يتغلبوا على الاعتراضات دي باحترافية وبمجرد ما انت بتملأ اللي سيطلع ده بالمناسبة بتحصل على خصم حصري بمجرد ما التدريب ده يكون جاهز بإذن الله فكده مفيش ده كده السبب التاني اللي معنا السبب التالت لعدم الشراء هو ان مفيش رغبة الناس مش بتشتري اللي هي محتاجاه الناس بتشتري اللي هي عايزاه وارجوك خلي بالك الناس عايزين العربية دي عايزين البيت ده عايزين البدلة دي عايزين الساعة دي عايزين الاجازة دي هل بتضرورة محتاجين كل ده اكيد لأ طب ايه الفرقة اصلا ما بين الاحتياج والرغبة الاحتياج ده اللي هو ان انت في صحرا ومية من العطش انت محتاج بمية لكن الرغبة ان انت عايز مثلا عصير جرجير مثلا واو انا اول مرة سمعت ان العصير ده عملت بوشي زي ما انت عامل دلوقتي كده بس هتعودين جرجير كده على كوباية لبن وشوية عسل وضربون في الخلط ودقيل فانت مش هتموت لو ما شربتش عصير جرجير يعني انت بس عايز تشهد عندك رغبة عندك رغبة في لابتوب جديد عندك رغبة في ان انت تجيب بلاي ستيشن او تلعب لعبة معينة او تسافر سفرية حلوة هي دي الرغبة فازاي تخلق الرغبة دي ازاي تخلق الرغبة العارمة دي اللي تخلي الناس هتموت وتشتري اللي انت بتبيعه في العادة انت بتعمل ده من خلال عرض عرض لا يقوم ولما بقول عرض هنا او عرض لا يقوم فانا مش قصدي بها عرض لفترة محدودة او اللي هو خصم او اللي هو ان انت تنزل سعر لكن العرض اللي لا يقوم ده هو انك تخلي الحاجة اللي انت بتبيعها دي مميزة ولا تقوم بدرجة حسس عميلك ان هو يبقى مجنون لو قال لا وممكن برضو بالمناسبة تخلي العرض اللي لا يقوم ده تعمل عليه عرض خاص لفترة محدودة هنفيش مشكلة خالص لكن اللي بيعملوا اغلب الناس غلط هم بيخلوا العرض بتاعهم لا يقوم من خلال انهم يعملوا عليه خاص ومش ده اللي انا قصده هنا فلما انت بتخلي العرض بتاعك لا يقوم ده اللي بيخلي الناس تقول انا عايز ده فبكده تقدر تخلق الرغبة دي او تستغل الرغبة الدفينة اللي عند عميلك بالفعل والموضوع مش معقد زي ما انت فاكر لان احنا كبشر اصلا عندنا رغبات معروفة اكتب لي تحت لو عايزني اعمل عليها فيديو منفصل فالسبب التالت هنا مفيش رغبة مفيش بيع السبب الرابع لعدم الشراء هو مفيش فلوس وفي الغالب ده اكتر سبب شائع مش معايا فلوس مفيش ميزانية قد يكون الكلام ده صح وقد يكون الكلام ده غلط على حسب هم فعلا معاهم ولا مش معاهم فلوس بس سؤالي ليك انت ليه بيبيع اصلا لحد اما ادرش على ثمان الحاجة اللي اندي مبيعها فخلينا انا افترض ان معا فلوس او يقدر يدبر الفلوس دي بطريقة ما بس اقل لك اصلا مش معايا فلوس اصلا السعر غالي في حقيقة الامر هم عايزين يقولوا انا مش شايف قيمة اللي انت بتقدمه انا مش فاهم ليه ده غالي كده وهسيب لك فيديو تاني فوق عن الرد على مثل هذا النوع من الاعتراضات اللي هو السعر غالي ليه السر ان احنا كبيعين او ما عرضناش الاوفر او العرض بتاعنا بشكل يبين الفاليو والقيمة بتاعتنا احنا كبشر دايما قبل ما بنقوم باي عملية شراء بنعمل حاجة زي ميزان كده فعالينا سعر مقابل قيمة بنقارن دايما الاتنين لو القيمة اعلى من الفلوس ده بيخلق رغبة وبيخلق وساعتها بيعوزوا يشتروا اللي انت بتبيعه شايف كل الدنيا بات التربة ببعض زي دلوقتي فالسبب الرابع لعدم الشراء هو ان ما فيش فلوس السبب الخامس والاخير لعدم الشراء هو ان ما فيش ثقة مش مصدقينك مش واسقين فيك مش واسقين في منتجك او خدمتك مش واسقين في شركتك فازاي تتعامل مع الموضوع ده في كزا طريقة تساعدك تعمل كده اول حاجة ممكن تديهم social proof او دليل اجتماعي او review hat ليك عملائك التانيين قالوا عليك ايه او على منتجك او على خدمتك ممكن تقولهم انت بقالك قد ايه في المجال ممكن توريهم دراسات حالة صور الafter والbefore لو مش واسقين مش هيشتروا والاخطر من انهم مش واسقين فيك ودي مهمة جدا ومش كتير بياخد بالو منها الاخطر انهم مش واسقين في نفسهم ممكن يكونوا واسقين في منتجك او في خدمتك او في شركتك او صدقوا قصص النجاح اللي شافوها بس مش واسقين انها هتنفع معهم او مش واسقين انهم هيستخدموها لو انت ببيع مثلا عجلة بتاع التمارين الكارديو وعمل تتكلم على قدها ايه عظيمة ومش بتاخد حيز كبير ووريتهم ريفيوهات العملاء وكل ده وعملك اصلا جرب حاجات كتير زي دي قبل كده ما جابتش النتيجة او بيبدأ شوية ويبطل ساعتها هيقول مش هشتري العجلة دي عشان كالعادة هشتريها ومش هتمرن عليها وهينتهي الأمر بيها زيها زي كل مرة انها بتكون شمعة هدوم غالية عندي فلازم تتعامل مع النقطة دي مش عدم ثقتهم في البراند او في المنتج او في الخدمة واللي كتير من البائعين بيفضلوا بس ان هما يتكلموا على حدد دي لكن ثقتهم في نفسهم كمان هي اللي ممكن تقتل البيعة وصدق او لا تصدق ناس كتير مش واثقة في نفسها عشان ماضيهم كان مليء بالاخفاقات ففكر كده في الاسباب دي وانت بتبيع مفيش احتياج مفيش بيع مفيش استعجال مفيش بيع مفيش رغبة مفيش بيع مفيش فلوس مفيش بيع مفيش ثقة مفيش بيع فازاي تقدر تخلق الثقة بينك وبين عميلك ازاي تقدر تعمل رسالة تسويقية موجهة تجيب لك عميلك الصح القادر على الاستثمار اللي بيشوف قيمة اللي انت بتقدمه ازاي تقدر تقدم له عرض لا يقوم يخلي عنده رغبة انه هيشتري ازاي تعمل عشان يشتري دلوقتي مش بكرة وازاي تحل مشكلة كبيرة عنده ازاي تقدر تقدم له حل يكون محتاجه فكر فيهم كده لو عندك اسألة سبها لي تحت كان معاك اسلام صلاح لايك شير سبسكرايب وشوف اكتباتي بيگاي اشتريكم وشوف 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 اشتريكم وشتريكم وشوف اشتريكم وشوف اشتريكم وشوف اشتريكم وشوف اشتريكم وشتريكم وشتريكم وشوف اشتريكم وشتريكم 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 شكرا